إن شاء الله هتشوفه النهاردة إن شاء الله إن لعب كفيف كفيف بيلعب بمهارة اللعب بالتخيل تعودنا من زمان لكل البيت المصرية بيكون فيها شطرنج بدافع التسلية أو يعني التنافس والتبارئ الزهني يعني تشغيل المخ زياني هو فعلا الشطرنج بيعمل على تشغيل جانبي الدماغ ويقي من مرض الزهايمر يعني عندنا العيبة بنعب في مصر فوق الثمانين سنة ما شاء الله الشطرنج عشان التفكير مستمر الشطرنج حضرتك لا يفرق بين العمر ولا أي فرقات أو القدرات البدنية بمعنى إن شاء الله هتشوفه النهاردة إن شاء الله إن لعب كفيف كفيف بيلعب بمهارة اللعب إزاي؟ إزاي بالتخيل 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 فقدمنا مقترح جيد إن فيه لعب كفيف هيقدر يلاعب ثلاثة أصحاء على درجة كبيرة من يعني التفوق الرياضي أو التفوق اللعب الشطرنج مش أي حد وهنشوف الكلام ده لايف على الاتحاد الدولي الشطرنج وإن شاء الله أنا بيعست كله بتاريق النهاردة الساعة أربعة إن شاء الله عصرا وفيه لعب تاني آخر هيعمل هيلعب عشرين لعب في وقت واحد وده برضو هنشوفه برضو إن شاء الله عندنا يعني في الغربية الغربية برضو آه إن شاء الله آه إن شاء الله